نحن كمفوضين لدينا مسألة حضور المراقبين الدوليين ينطي دافع للمفوضية أنه عملنا بجدية وعملنا من خلال إجراءاتنا ووضعات المفوضية في مسألة يوم الاقتراء هذا الأمر من خلال مراقبة اللجان التي حضرت البعثة الممتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي وتواصلهم في يوم الاقتراء الخاص ووقوفهم على المراكز الانتخابية وملاحظاتهم وابداعهم على لحظاتهم وابداع المشورة مثلما ذكرتها فيها هذا الأمر نحن كمفوضين لتقبله ونعرف أنه من خلال مجسات أدنى حاليا أنه نشوف مسألة متوافدهم وتواصلهم إلى داخل هذه المراكز أعطى دافع لدى موظفين مفوضية بأن عملنا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون وخاصة بمسألة المتابعة أنا أحب أضيف نقطة لذكرتها الزميلة أنه بالنسبة للمراقبين المحليين يسمح لهم بالدخول إلى داخل جميع المراكز الانتخابية المنتشرة في عموم العراق أيضا الدوليين يسمح لهم ولكن بالنسبة للمحليين وأيضا وكراء الكيانات السياسية يسمح لهم بالدخول إلى داخل المراكز وداخل المحطات ولكن بعد إصدار باجات خاصة بهم من خلال مكاتبنا مكاتب المحفظات المنتشرة في عموم العراق هذه الباجات تسمح لهم بالدخول إلى داخل هذه المحطات ومراقبة كل ما يجري وتسجيل ملاحظات بالنسبة للمراقبين والنظمات وأيضا بالنسبة لكيانات سياسية وأيضا تقديم شكاوة من خلال استمارة 110